هذه نشرة لأبرز ما كتبت الصحف الإفريقية الصادرة اليوم وتواصل الجرائد المحلية الاهتمام بتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد 19 نبدأ من السنغال ونقرأ على صحيفة لوسولاي أن حالة الطوارئ التي شرع في تنفيذها ابتداء من الرابع والعشرين من مارس الماضي تم تمديدها حتى الرابع من ماي 2020 في كافة التراب الوطني والهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا إلى الجابون في المحطة الثانية وصحيفة جابون ماتين التي كتبت أن الحكومة الجابونية تعيش الآن تحت ضغط كبير جراء الإجراءات التي أعلن عنها والتي تهدف إلى احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا ووفقاً لليومية فإن الرأي العام يترقب مدى فعالية هذه الإجراءات التي تتعلق أساساً بضرورة توفير تجهيزات إجراء التحليلات ومساعدة الأشخاص الأكثر هشاشة ودعم المقاولات المتأثرة بهذه الجائحة إلى شرق إفريقيا ونتوقف برواندا نقرأ على صحيفة ذو نيو تايمز أن رواندا التي سجلت ما يناهز المئة إصابة بكوفيد-19 سجلت أمس أولى حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد يتعلق الأمر بثلاثة روانديين وبرونديين واحد وإلى جيبوتي وصحيفة لاناسيون دائماً مع الأخبار السرة تسجيل ثمان حالات تعافي تام من المرض وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بهذا البلد بالقرن الإفريقي وصلت إلى خمسين إصابة وإلى جنوب إفريقيا في ختام هذه النشرة صحيفة انديباندنت أونلاين قالت إن المقاولات الصغيرة والمتوسطة اتهمت الحكومة بإقصائها من الاستفادة من الصندوق المخصص لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات بسبب تفش فيروس كورونا المستجيد ترجمة نانسي قنقر